وعلى صعيد مستجدات أخبار الشركات والأعمال كشف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادية أيمن سليمان أنه يجرى حاليا بحث الشكل التعاقدي لطرح محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة المتجددة على المستثمرين وذلك خلال ربع ثاني من العام الجاري مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن المجموعة الأولى من الفائزين بنهاية هذا العام أضف سليمان أن الصندوق يستهدف الاستفادة من المقرة الحكومية القديمة وذلك لتوفير أكثر من 12 ألف شقة ثندقية في منطقة وسط البلد وعشرة ألاف متر وجهات ثقافية قائلا أن هناك إقبال كبير جدا من المستثمرين والمطورين العقاريين لاقتناس مباني وزارتي الخارجية بكورنيش النيل والسياحة والأثار بمنطقة الزمالك أشر سليمان إلى أن رأس المال المدفوع لصندوق مصر السيادي سوف يتخطى 100 مليار جنيه مصري ذلك بعد إضافة القيمة السوقية لأصول شركة مصر القبضة للتأمين وأيضا مقاري الوزارات التاريخية كشفت المؤشرات المالية المجمعة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الأعلمية عن العام الماضي ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 77% وذلك على أساس سنوية أضافت الشركة في بيان رسمي لبورصة مصر اليوم الأحد أنها حققت صافي ربح بلغ 481 مليون جنيه وذلك خلال 2023 مقابل أرباح بلغت 272 مليون جنيه في العام قبل الماضي ارتفعت إرادات الشركة خلال عام الماضي إلى 874 مليون جنيه مقابل 666 مليون جنيه في 2022 أظهرت القوائم المالية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو عن العام الماضي ارتفاع صافحي ربح الشركة بنسبة 56% على أساس سنوي وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم أنها سجلت صافي ربح بلغ 5 مليارات 970 مليون جنيه وذلك خلال العام الماضي مقابل أرباح بقيمة 3 مليارات 830 مليون جنيه في العام قبل الماضي تراجعت إرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 5 مليارات 950 مليون جنيه مقابل نحو 7 مليارات جنيه كشفت المؤشرات المالية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير عن العام الماضي ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 24% وذلك على أساس سنوي أوضحت زهراء المعادي في بيان رسمي لبورصة مصر اليوم الأحد أنها سجلت صافي ربح بلغ 324 مليون جنيه وذلك خلال 2023 مقابل 261 مليون جنيه أرباحاً في العام قبل الماضي فيما ارتفعت مبيعات الشركة إلى 732 مليون جنيه مقابل 519 مليون جنيه وفي السعودية ارتفعت حيازة المملكة من سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من 131 مليار دولار وذلك في نهاية شهر ديسمبر الماضي بارتفاع قدره 3 مليارات و800 مليون دولار مقارنة بنهاية شهر نوفمبر السابق له وبذلك تسجل حيازة السعودية أعلى مستوياتها منذ فبراير 2021 حيث اقتربت أنذاك من 133 مليار دولار شهدت الحيازات الأجنبية من سندات الحكومة الأمريكية ارتفاعاً في ديسمبر الماضي لتسجل مستوى قياسياً جديداً للشهر الثاني على التوالي اشتركوا في القناة